السلام الرحيم طلبنا العزاء هذه محاضرة ثانية على انسحاب القطع الناقص لان قلت لكم اكو يعني سؤال او سؤالة نحل موفد مشكلة مهمات جدا يعني اذا اريد يجيبها بالوزارة فيجيب نفس هاي الافكار المحاضرة اللي اولا تعرفنا على كيفية حل اسئلة الانسحاب بالنسبة للقطع الناقص اهم انا اتش وكي واي وبي و سي نفس المبدأ ونشوف البورتين والرأسين وين اذا يمل يعني على ال اكس فنضيف الاي والسي ويا الاتش والبي صير ويا من ويا الكي اذا البورتين والرأسين على محور واي فالاي والسي نضيفة للكي والبي صير ويا الاتش وهكذا يعني فتشغلة اعلمتكم بيها بطريقة سهلة اعتقدة على الطالب ومو صعبة طول المحاور تبقى نفسها المساحة نفسها المحيط نفسه بس يربالكم من معادلة المحور الكبير والصغير زيان هذا هيك سؤال تعرفون انه مثل القطع المكافئ من اخذنا السئلة مع الاكمال مربع نفس المبدأ هنا هذا لو سؤال اعتيادي كان مفروض اكس تربيع وي تربيع ورقم صح من اجا عندك بالسؤال اكس وي صار انسحاب تشوف احنا قبل ان نعرفه هذا الانسحاب مبين اكو 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 رقم اكس ناقص اربعة لكل تربيع وي زاد واحد لكل تربيع صح مبين الانسحاب هنا هذا السؤال مو جاهز سؤال دير بالك من عنده فهنان احنا مادام اكس تربيع وي تربيع و اكس واي وهذا الرقم بالله سمو فهد مشكلة اذا هذا معناه انسحاب مزيئ اش راح تسويس انت من اتحريج سؤال فاتش بسيط كل اش تخاف راح اجيب ال اكس تربيع بصفة الاكس تسعة اكس تربيع ناقصا اثنين وسبعين اكس اوكي زائدا هذا اخلي بيانقاوسيا هذا ببحد هذا ببحد زائد عدنا ستعاش واي تربيع ناقصا ستة وتسعين واي هذا الرقم اكيد يروح لهذا الطرف يساوي لي سالب مية واربعة واربعين استاذ سهل اكس تربيع واي احنا نجيب الرقم ونسوي مربع كامل اوكي يا حبيبي رحم الله وادك هنا اكفت فكرة صغيرة فكرة صغيرة كلش ما ما يعني قد تكون لا تذكر قد تكاد انه هنا انت من تجي تريد تطلع الرقم اللي نضيفه فهنا لازم اقسم معامل اكس على ثنين لكل تربيع واقسم معامل واي على ثنين لكل تربيع فهذا هذا واحد هاشتغلو هذا واحد بالقطع المكافئة تعرفون كان عندنا لول اكس بي تربيع ولول واي بي تربيع هنا لا ثياناتها فلازم ثياناتها قوس تربيع الصير زين هذا شي قسمت على ثنين ستة وثلاثين ربعي صرقة مش كبرى شنو فكرة السؤال انت شنو ببالك شسوي ايه نقول يا الله اسحب عامل مشترك قبل لا اضيف مربع كامل اسحب عامل مشترك مناش قد عامل مشترك تسعة مو تسحب اكس لا لا ارقام حتى ابسط الجوه رح يبقى لي هنا اكس تربيع ناقصا ثمانية اكس طبعا تقدر اسحنة ستضيف الرقم بس على كيفنا زائدا هنا همينة اسحب 16 عامل مشترك رح يبقى لي واي تربيع ناقصا او زائد العفو ستة وتسعين على ستة عش اه بيها ستة مصح ستة في عشرة ستين وستة في ستة ما تضبط ستة ويبقى يساوي لي سالب مية واربعة واربعين ها خلصنا هسا هناش اضيف اضيف معامل اكس على ثنين لكل تربيع معامل اكس على ثنين لكل تربيع وهنا همينة نضيف معامل واي على ثنين لكل تربيع بس تستاذ هاي الفيكة لا اكوش عقلة صغيرة لخي تحملني شوية رح يصير هنا تسعة اكس تربيع ناقصا ثماني اكس معامل اكس سالب ثماني على ثنين اربعة تربيع ستة عش انا هقول لزائد ستة عش لا تنسى لازم هنا هم اقول زائد ستة عش هي هاي المشكلة الصغيرة اصبر لي زائد ستة عش بره هذا العامل المشترك واي تربيع زائد ستة واي ستة على ثنين ستة على ثنين ثلاثة تربيع زائد تسعة يساوي لمية واربعة واربعين اسمعني هنا نزيان طبعا سالب مية واربعة واربعين هسه لازم يتقذفنا اضيف ذاك الطرف سالب مية واربعة واربعين انت كطالب اجوز اجوز ما تعبر عليك من شاء الله ما تعبر عليك وجوز لازم انبهك عليها لهذا اختارت انا احل هاي السالفة بايدي دني السؤال هاي الرقام الحلوان لك يا هاي احنا اللي ضفناها هذا الرقام احنا ضفناه هذا الرقام همين احنا ضفناه تفقين هاي الزائد تسعة زيانا انت عبارك لازم اضيف تسعة بسطة عشر يعني هنا اضيف سطة عشر ونها التسعة لا حبيبي هاي سطة عشر مضروبة بتسعة فتقول تسعة في سطة عشر مية واربعة واربعين فلازم اضيف ذاك الطرف مية واربعة واربعين تشوف هاي السطة عشر دير بالك بره مضروبة بتسعة فانت صح انت صحيح ضفت ستreعة بس يا حبيبي مو هذا كل رقم مضروبة جيد مضروبة بتسعة يعني هذا كأنما الستعاش مضروبة بتسعة مو كأنما هو مضروبة بتسعة فالضيف تسعة في ستعاش فراح اضيف زائد مية واربعة واربعين هاي ما لأول حد وثاني حد نفس الشي انتش قرر ضفت انا ضفت تسعة بس همينه مضروبة بشنو مضروبة بستعاش في ستعاش فيه تسعة همنه 144 موجب موجب 144 عندك واحدة من ذنين ستروح هذا سال 144 وهي موجب 144 هذا يروح شوف كل سهولة وأصفي الباقي وتخلص السالف إن شاء الله 9 تنزل أفتح قوس علي تربيع جذر الأول X إشارة الوسط جذر الثاني 4 صار X ناقص 4 لكل تربيع زاد 16 أفتح قوس علي تربيع جذر الأول Y إشارة الوسط زائد جذر الأخير 3 يساوي لي 144 هذا البقى تعرفوا لأنتم بالقطع ناقص بصورة تيادية شننا نقسم الطرفين على الرقم البعض اللي يساوي اللازم يكون واحد فرح أقسم تقسيم 144 باعتبار هذا كملته وهذا كملته فهنانا إكمال مربع قبل لا أكمل المربع سحبت عامل مشترك هذا هنا هذا عامل مشترك لتسهيل الرقم المضاف أوكي؟ وهنا نهمينا هذا عامل مشترك بس لا تنسال يا حبيبي من الضيف هناك ما نضيف 16 نضيف 9 في 16 أوكي؟ ومن الضيف هناك ما نضيف 16 نضيف 16 في 9 بس دير بالك على هاي الملاحظة البسيطة هسا تقسم اعتيادي تعرفون يصير اكس ناقص 4 لكل تربيع هنا عندي 9 على شنو؟ على 144 وهنا نهمينا زايدا 16 واي زايدا 3 الكل تربيع على 144 يساوي شنو؟ يساوي واحد هذا الرقم تعرفون يزيل مقام المقام وهذا الرقم يزيل مقام المقام رح يصير عندنا رح يصير عندنا اكس ناقص 4 الكل تربيع على 144 على 9 16 زايدا واي زايدا 3 الكل تربيع 144 على 16 بها 9 يساوي لشنو؟ يساوي لواحد تتشوف؟ إذا ننسى بالمقارنة مع المعادلة القياسية حطلع لك الكي والأتش والأي والبي والسي وانت تعرف الباقي بعد حل الاعتياد يعني هسا الرقم الشبير هذا هو الرقم الشبير يعني هذا هنانا الأي تربيع هذا هنانا أي تربيع هذا يكيد تعرفون البي تربيع فبالمقارنة يعني هذا كأنه قطع ناقص بأرتاه على محور السينات بالمقارنة مع المعادلة القياسية اللي هي X تربيع عفوا X ناقص H الكل تربيع على الرقم الشبير فهذا أكيد أي تربيع زايدا Y ناقص K الكل تربيع على شنو على بي تربيع يساوي واحد بالمقارنة طلع H و K و A و B وبالذهبية نطلع C فأقارن بالمقارنة ال H يساوي أربعة لأن هذا سالب أربعة أكسي الإشارة إحنا نأخذ قلنا أربعة الكي سالب ثلاثة لأنه موجب ثلاثة هنا فيصر سالب ثلاثة ال A تربيع ستعاش يعني ال A يزقد ال A أربعة ال B تربيع تسعة يعني ال B يزقد ال B تلاثة أكيد تعرفون كلكم نروح باتجاه منه نروح باتجاه الذهبية اللي هي تقول C تربيع يساوي ل A تربيع ناقص B تربيع يعني C تربيع يساوي ستعاش ناقص تسعة يعني C تربيع يساوي سبعة وال C يساوي جدر سبعة فأنت من تجيس ستكمل الحل هتكمل أكيد أطلع يعني المركز المركز شنو بعد البورتين رأسين قطبين طول محور كبير طول محور صغير نفس الشغل مع المحاضرة اللي فاتت أنا بس حبيت نروح لك على طريقة بتبسيط هذا السؤال فممكن يجي وزاري للتذكير هميني المركز هو عبارة عن H و K من تجي هنا الأي يمن الأي صار يمن يمن ال H إذا نضيف هنا مرة A زائد H و مرة سالب A مرة موجب A مرة سالب A والبورة همينه يعني نحصر C هنا ويا ال H و الكي يبقى بعد من تكتب القطبين نضيف B يمن ويمن الكي باعتبار B ويا الكي إلى آخره من تريد تكتب طول المحاور تبقى نفسها 2A زائد 2B يعني ما عندنا فج اختلاف وهذا تكمله أنت نحاول نكمل لك هذا السؤال هذا السؤال وزاري هذا جايب الوزاري نحاول نكمل لك الأخير بس هي يعني مو تعاجز بس هي نفس الشيء هذا السؤال بوكيته من إجه راد مساحة ومحيط واختلاف مركزي مراد البورتين الرأسيا يعني هذا السؤال بوكيته إجه وزاري هذا 2019 خارج قطر إجه طلب مساحة مساحة زائد طلب محيط زائد طلب اختلاف مركزي أوكي يلا نفس طريقة السؤال اللي حليته هسه بضبط نفس طريقته فأنت وقف الفيديو حلة ومشي بالله الفيديو رأي شوف نفس النواتج نفس النواتج خير على خير عفاه إذا تحتاج بس عشر دقائق قد بغوا عنت X تربيع Y تربيع XY ورقم هذا انسحاب قطوع أوكي انسحاب القطوع هذا هذا X تربيع صديقة بصفة تعال حبيبي زائدا منه زائدا 4X أوكي زائدا اشعدنا بعد زائدا 25Y 25Y تربيع ناقصا 150Y ضرب بحد وهذا 124 أقول لحبيبي الله ياكم نانا يلا سالب 124 بأتبار الرقم هناك لازم يكون هنا من أجر تكمل مربع سهل السال فلان هو الرقم يادوب 4 4 على 2 تربيع 4 بس هنا صعب 150 على 2 75 فش يسوي أسحب عامل مشترك هذا ينتظر شوية أقول أصبر حينزل X تربيع زائد 4X وهنا زائد عامل مشترك 25 يتربيع ناقص 6 6Y يسوي لسالب 204 إذن ستعرفت الفكرة سهبت عامل مشترك حتى تسهل عملية إكمال المربع هنا معامل X على 2 الكل تربيع 4 على 2 الكل تربيع وهنا نهمينا معامل Y على 2 الكل تربيع عظيفة مزيلا شو رح يصير عدنا رح يصير عدي X تربيع زائد 4X زائد شنو زائد 4 فهنا زائد 4 لي 4 على 2 تربيع رجع 4 زائد 25 هنا Y تربيع ناقص 6Y سالب 6 على 2 سالب 3 تربيع زائد 9 سأضيف هنا زائد 9 يساوي لي سالب 204 هسا لازم نجي نحير بدي تشط لك الطرف شنو اللي نضيف من هذا الطرف شنو اللي ضفته بس 4 أكو بره لقوس شي لا مضروب 1 يعني نضيف زائد 4 فهنا زائد 4 هنا ندير بالك هنا هاي التسعة مضروبة بش مضروبة 25 إذن أنت كأنما ضفت 150 لا تسعة في 25 225 ضفت مصحيح تسعة في 25 225 فأجي أحترم السؤال وأقول تعال يا بأ أنا ما راح أبوك أكتره أنا ما ضفت 9 أنا ضفت 225 شلون لا مضروب في 225 لأن هذا مضروب 25 وإس أجي أكمل المربع هذا جذر الأول إشارة الوسط جذر الثاني لكل تربيع 25 برة جذر الأول إشارة الوسط جذر الأخير لكل تربيع احسب وياي سالب 204 وياي الاربعة يبقى سالب 20 و 225 راح يبقى لي 225 هنا 225 لا هاي شون دقيقة هاي سوري سالب 200 هنا يبقى لنا هذا موجب 4 أوكي ووسا موجب 225 يبقى 25 عفو سوري يبقى 25 بكل سهولة هذا طرف اللاخص ما كوحب يعرف يكمل هاي التكملة راح أجي أستاذ ميصر أكو بعد اليساوي رقم لازم واحد فرح أقسم تقسيم 225 أوكي من تخلص هاي يس يلا تقسم على 25 عفو زايدا هاي من أقسم على 25 تروح يعني يبقى لي واحد بس تقدر تخلي 25 بعد تختصر ويناقص نتلاث الكل تربيع على 25 يساوي لي واحد هاي 25 أكو فوق ويا 25 الجوة شبيه تختصر كلها وتروح يبقى بالمقام واحد هسا بالمقارنة مع المعادلة القياسية الشغلات الطالبها ما يحتاج نطلع H و K طالب مساحة ومحيط واختلاف مركزي حتى لو طلع خلوا نقول طلب مركز من عندك فأنت تيجي بالمقارنة مع المعادلة القياسية تخلي المعادلة القياسية اللي هي X ناقص H لكل تربيع على هذا كي دي تشبير فحيصر شنو أي تربيع زايدا Y ناقص كي لكل تربيع على شنو على B تربيع يساعة واحد حتى بالمقارنة راح نطلع قلت لك H و K ما تحتاجها أنت تحتاج بس A تربيع يساوي 25 وال B تربيع يساوي لواحد إذا بالذهبية H و K لا طالب مركز لا طالب عندك بقرة لو طالب بقرتين الرأسي لا لازم أطلع H و K C تربيع يساوي A تربيع ناقص B تربيع 25 ناقص واحد يعني C تربيع يساوي 24 يعني C يساوي جذر 24 تعال نشوف المطالب اللي طالبها رايد شنو مساحة ماكو أسهل من لعدها ما تتأثر المساحة بالانسحاب قطع إذا فوق ولا جو هي مساحة A يساوي هاي أول شغلة طالبها A B P إذن A يساوي A هو A تربيع 25 ده A يشقد 5 في B 1 و P إذن A يساوي 5 P unit تربيع أو وحدة مساحة هذا هذا أول شي مطلوب من عندك ثاني شي يريد المحيط البراميتر البي يساوي 2 باي تحت الجذر A تربيع زائد B تربيع على شنو على 2 فهنان البراميتر يساوي 2 باي تحت الجذر A تربيع 25 زائد 1 على 2 25 1 26 على 2 13 يعني البراميتر 2 باي جذر 13 أو 2 جذر 13 باي أحلى يصير 2 جذر 13 باي هذه وحدة unit سنتيمتر متر هذا محيط أوكي وطالب بعد اختلاف مركزي اللي هو E يساوي C على A اللي هذا طلعنا احنا C E يساوي C على A E يساوي C جذر 24 A 5 اللي وهمنا هذا دائما نشبي لازم يكون أصغر من واحد فهذا حل السؤال هو انسحاب بس مطالبة كانت بسيطة جدا طالب ثلاث شغلات اللي هي المساحة المحيط الاختلاف المركزي اللي يضبط هيتشي أفكار فتعال باع هاي مثلا آني السؤال هذا ما أخذ من القطع الزائد هذا جابه القطع الزائد فما يفرق هو بس إشارة بالنص ما تفرق فليضبط القطع الناقص خلاص انتهى الانسحاب بالنسبة يعني ها هي بعد ما هكو دائق لانسحاب قطع زائد يعني بس تروح تشوف يجي تطلع عليه شوكت ما يعجبك في محاضرة القطع المكافئ كانسحاب مهمة القطع الناقص المحاضرة الأولى تعلمك وهي همير بها ملاحظات المحاضرة مع القطع الزائد يعني حاول أنت تحل الأسئلة ببعدك وبعدها نشوف المحاضرة هذا الانسحاب تقريبا اللي هنا ننتهي أتمنى سهلت عليكم وأتمنى افتهمتو يعني لا ما تشذب عليك ما افتهمتو بس يعني كطريقة حل القصد هو داي ينسحب القطع داي روح يمني يصرف وقجو وقاعد تتغير أحداثياته هذا كل اللي سوينا نشوفكم آخر محاضرة في أمان الله